يقول الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فشيء تفيد النكرة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فأفضل ما في خزائن الله الهداية قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ومن أسباب الهداية القيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتعليم والتعلم وذكر الله عز وجل والعبادة وخدمة المسلمين هذه أعمال مفضية لهداية أنا وهداية جميع الخلق بإذن الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قابله النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبو بكر إني رسول الله أدعوك إلى الله فأسلم ولما أسلم انطلق وقام بالدعوة إلى الله وفي يومين أسلم عن يديه تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالعلم الذي تعلم ولو قليل تحرك به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبالتعليم والتعلم أسلم عمر الخطاب رضي الله عنه كان أخته فاطمة بنت الخطاب في حلقة التعليم ودخل وقالت أنت ينفعش تقرأ هذا الكتاب حتى تغتسل ولما تلت عليه القرآن أسلم بسبب حلقة التعليم وبذكر الله عز وجل أسلم الطفيل بن عمر الدوسي لما قال أنا كنت شاعر اللبيب ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة فقال أنا شاعر اللبيب والكفار أسمعوه كلام مؤذي على النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين المرء وزوجه فقال وضعت كرسفا في أذن زي الأطن كده في أذن عشان ما يسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجد نبي صلى الله عليه وسلم يقع القرآن وقال قلت في نفسي أنا شاعر اللبيب فأبى الله إلا أن يسمعني أنا مش عادي أسمع والله أبى أن يسمعني القرآن فسمع القرآن فدخل النور في قلبي في واحد الله وبالعبادة أسلمت هند لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والصحابة عبدوا الله عبادة عادة فرحنين فقالت هند ما رأيت الله يعبد مثل هذا اليوم فدخلت في الإسلام بسبب قوة عبادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت هند رضي الله عنه وأرضاه وبالخدمة والإكرام أسلم صفان بن أمية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له يعجبك هذا يا صفان غنم بين جبلين بين جبلين قال هو لك فقال ما طابت نفسه بهذا العطاء إلا نفس نبي أشهد أن الله نحمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رؤية عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع الرجل إلى قوم فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يصبح الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها فنقوم بالدعوة إلى الله ليس إلى جماعة ولا حزب إلى الله قال الله سبحانه وتعالى وربك فكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مال الحديث يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما عذبته وفي رواية قذفته في النار فالله أكبر كبير في عطائه كبير في منعه كبير في بطشه كبير في انتقامه لا كبير إلا الله ولا عظيم إلا الله ولا مجيد إلا الله ولا حميد إلا الله صاحب الألاء والنعم هو الله وأكبر نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله الصحابة رضا عنا أرضاهم تربى على إيد النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا البحر مثل النطفة نطفة تحول بينك وبين الأعداء فقال هذا الدعاء يا علي يا عظيم فمشوا من على الماء الصحابة عظموا الله وصغروا البحار الله سخر لهم البحار عظموا الله وصغروا النيران الله سخر لهم النيران النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر بيه الله أكبر خربة خيبر فزي بالتعليم ينصلح اليقين جميع المخلوقات لا يملك لي زره من النفع الضر النفع الضر بيد الله وحده قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحوينا فندعوا للا إله الله وندعوا لمحمد رسول الله قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا فقال الخالد رضي الله عنه صف لنا رسول الله فقال قدر الرسول على قدر المرسل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وندعو الناس للآخرة كما قال الله لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فإذا يعني الله قال لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إيه المشكلة؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والعلاج والآخرة خير وأبقى الدنيا لا تساوي عند الله جنح بعوضة كذلك حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حياة مقبولة عند الله حياة أساسها البساطة شوف بيت النبي صلى الله عليه وسلم مخدح شوالي في حصير رف فيه شوية شعير فقالت فلما رأاه عمر بن الخطاب بكى فقال قسر وقيسر يتنعمون في الديباج والحرير وأنت رسول الله تنمع الحصير وأسر في جنبك قال يا عمر أفي شكل أنت يا ابن الخطاب هؤلاء قوم عجرت لهم طيبات في حياتهم الدنيا يا عمر أما ترضى أن لنا الآخرة ولهم الدنيا وبختم النبوة انتقلت المسؤولية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأمة فبسبب الأمة أصابتها الغمة لأنها تركت المهمة ولن يرفع الله الغمة عن الأمة إلا إذا قامت بالمهمة الدعوة لله قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فلما قامت الأمة بالدعوة الله سهل عليها تطبيق الدين والله سبحانه وتعالى أعطاهم خير الأمم والله صرف عنهم شر الأمم ولما تركنا الدعوة صعب عليها تطبيق الدين وجاءنا شر الأمم وحرمنا خير الأمم النبي صلى الله عليه وسلم دعا خالد إلى الإسلام وأسلم وأصبح سيف الله وجرجى كان في مقابلة خالد فبيسأله قبل ما يحربوا قال له أنت عايز يسألك سؤال أنت معك سيف الله سلمه لك فأنت سيف الله قال لا سماني رسول الله طب وعد يكلمه فأسلم وسكب عليه قربة الماء وأسلم وصلى الله وصلى لك عتين وحارب مع سيدنا خالد الله غير المسار بسبب الدعوة إلى الله فإزاي نقوم بالدعوة إلى الله والتعليم ينصرح الفكر ويأتي اليقين على الوعد ولا يلم ما تدرر من المفلس ما لا درهم له ولا متاع فقال المفلس من أمتي فصحح النبي عليه السلام وبالذكر يعظم الله في قلوبنا ولكن بشرط نسكر الله بالتدبر رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ربع رجلي ووشي للقبلة ونسكر الله بالتدبر واستشعر أن الله يراني ويسمعني يعلم ما في قلبي وبالعبادة تنصرح الجوارح قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وبالخدمة تنصرح النفس تجيب التواضع المخدوم لا يخدم الدين يعني يتخدم على طول لازم يخدم مرة ويخدم هكذا كان النبي عليه السلام نقوم بالأعمل الأربعة الدعوة التعليم والذكر والعبادة والخدمة في الهجرة والنصرة بالمزمل ومدثر يقوم الفرد وبالهجرة والنصرة يقوم الدين في الأمة وتجتمع الأمة ونختم بهذه الآية قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورد عنه في آيات لا تطبق إلا في الهجرة مثال قال تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم في تفسير ابن كثير ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعد إلا ازدادوا من الله قربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة يا أكسم أغزوا في غير قومك يحسن خلقك فدي فايدة الهجرة أما فايدة النصرة أن نحن نقيم آمر الله في أهلنا قوى أنفسكم وأهليكم نارا فامشوا في مناكبها أحل الله والبايا وحرم الربا فعندنا آمر في الهجرة وعندنا آمر في النصرة فبالهجرة والنصرة يكمل الدين وتجتمع الأمة ونجعل نفسنا ومالنا تحت أمر الله في أي وقت على أي حال قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أنفس هو خالقها وأموالا هو رازقها يشتريها منا ويعطينا الجنة فمن مستعد إن شاء الله ولذلك العلماء رتبوا ترتيب يقربنا من هذا البيئات اللي برها صعبة بيئات فيها غفل لا إلا من رحم الله والصحبة لكن في المسجد البيئة طيبة والصحبة طيبة قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح أين هذا النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيل عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم من تتقلب فيه القلوب الأمصار الله يعطيهم ثلاث جواب بسبب البيئة وإن أعدوا وقاموا بالأعمال فيها الله يعطيهم ثلاث أشياء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وبعدين والله يرزقوا من يشاءوا بغير حساب عشان كده نرتب إن شاء الله ما المستعد يخرج في السبيل في أقرى فصة أربع شهور أحلام ما المستعد وأقل القليل أربعينهم كل سنة العشر ونحافظ على الوقت اليومي لأن قوة الداعي في وقته اليومي الذي يجعل في حياة البركة الذي يفرق سعة النص في الدعوة إلى الله يوميا الله يرزقه البركة في أسبابه وإذا حدث نقص في أسبابه الله يكمله من خزائنه فيزيد يقينه على الله سبحانه وتعالى من المستعد إن شاء الله